في خضم الحديث الذي حكي ويحكى عن تمويل المحكمة أو عدم تمويلها وعن تسييسها أو عدم تسييسها فوق الطاولة أو تحتها هل من يتذكر المدنيين الذين سقطوا في كل الاختيالات؟ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فعلت وأعطت دورا للضحايا المدنيين عبر تمثيلهم بمكتب الدفاع وبذلك تكون هذه المحكمة هي الوحيدة التي خطط هذه الخطوة في وقت تجاهلت المحكمة الدولية السابقة إنشاء مكتب للضحايا المدنيين فهل تأخذ المحكمة الدولية على عطيقها التعويض لأهالي الضحايا؟ وأي تعويض يمكن إقراره في هذه الحال؟ اليوم المحكمة الدولية الموجودة حاليا من هي حسب نظامها مش هي حاليا حتحكم بتعويضات للضحايا بنتيجة هذا الحكم اللي بيطلع عن المحكمة الدولية بإدانة الفاعل أو الفاعلين بيتخذ هذا الحكم وبيروح على أساسه يطالب بالتعويضات قدام المحكمة الوطنية لمن يكون ثبت أنه هو متورد بهذه الجريمة التعويض هو تعويض مادي التعويض المادي هو الأساسي أنا أحب أعرف مين اللي عملها الشغلي وليه؟ ما بدي أكتر من هيك يعني نوعا ما هالحرقة أنه راح بلا ما نعرف مين وبلا ما نعرف ليه الفاعلين هاي حرقة كمان إذا عرفتم مين هالجزء من حقكم يعود لألكون؟ جزء من حقنا؟ ما في شي بعود لألنا لأنه بالنتيجة للغالي راح كيف بدك تعوضي؟ ما بيرجع راح الغالي راح ولكن هل تشكل المحكمة الدولية خشبة خلاصا لأهالي الضحايا تروي غليل أسئلتهم اليومية التي لم يجدوا لها الجواب الشاف بعد؟ إذا كان حقنا أنه نعرف مين أكيد أنا بتمنى أنه المحكمة الدولية توصل لمطرح نحن مع المحكمة الدولية مع العدالة إذا كانت العدالة عن يد المحكمة الدولية بدون شك نحن مع العدالة نحن بدون شك مع تمويل المحكمة الدولية نحن كنا مستقين جدا أنه المحكمة الدولية عدالة الإنسان على الأرض تشل ما أصول أن تشل الأمر ليس سهلا فبعد صدور الحكم عن القضاء الدولي مسار طويل ينتظر ذوي الضحايا ما بعض قد يش هتخذ المحكمة الدولية أساسا تتوصل لنتيجة بعض منها في عنا بنا نشوف كيف يطالبوا تعويضاتهم لأنه في دول قد يجوز أن لا تعترف بالمحكمة الدولية أو تجي تقول مثلا هذا الحكم الطالع أنا ما بعترف فيه أساسا ماذا يحصل في هالحالي؟ قد يجوز عندها اعتبار هذا الحكم أحد وسائل الإثبات قدم هذه المحكمة ولكن رغم كل ذلك تبقى حديثة تفجير طائرة الركاب الأمريكية في لوكربي في سكوتلندا عام 1988 وما توصلت إليه الولايات المتحدة وبريطانيا مع ليبيا من سفقة بعد أحد عشر عاما قدت بدفع التعويضات إلى عائلات الضحايا بمثابة فسحة أمل للأهل ترجمة نانسي قنقر